موسيقى ونعود اليوم إلى الحصة التي تحدثنا فيها عن موت الشيخ طهر لأننا لنستوفي الحديث عنه في الحصة التي مضت ومن هنا نقول إن الفرنسيين أتوا به من الدار إلى الجبل فسألوه لماذا أتينا بك إلى ها هنا فأجابهم بأنهم اتهموه بانتمائه إلى الثورة فسألوه هل هذا صحيحون فقال لهم نعم صحيح فقال له الظابط إذن تهيأ للموت تهيأ للقتل وكان الشيخ طهر رحمه الله ضرب مثلا عجيب في الشجاعة والقوة حيث قال لهم ما أطلب منكم شيئا واحدا وهو أن صلاة الظهر قد حضر وقتها فالرجاء منكم أن تمهلوني حتى أصلي هذا الواجب الذي حضر فتركوه فصدى ظهرا بكل رازانة وبكل بطولة وبكل شجاعة حتى أتمها واستغفر ربه وقرأ الفاتحة ثم التفت إلى الظابط وقال له خذ أدي أمانتك الآن يعمل ما تريد فقتله فهناك قتل ولم يحضر هذه المشهد من العرب ومن القبائل إلا شخص واحد ما يزاج حيا وهو الآن في أواخر التسعين ثم إن الشيخ الطهر منعت القرية من دفنه فترك في الغابة لمدة لا أذكر كم هي هذه المدة ثم سبح لهم بدفنه ولكن الدفن الذي دفنه لم يكن كاملا تاما بل دفنوا جسمه وتركوا رجليه ظاهرتين وفي المدة الأخيرة بنيت له قبة قبة في قيمة الجبل وهو الآن أصبح يزار يزورونه وخاصة أهل القرى القريبة وخاصة المجاهدين المجاهدين الذين بقوا على قيد الحياة ثم إن الفرنسيين بعد أن قتلوه شردوا عائلته شردوه قتلوا البعض وشردوا البعض والآن الشيخ طهر أصبح مزارا مزارا لأهل القرى وكلهم يسألون أو أكثرهم يسألون عن تاريخه وعن حياته وعن بوته وشيخ طهر أخوه أخو أخو جده أخو جده يقال له الشيخ طيب والشيخ طيب هذا هو مجاهدون مع الشيخ بالحداد هو بطل من أبطال الجزائري وقد حضر معركة في تيزيوزو بالقرب من مدينة تيزيوزو وبعد خارم المعركة بمطولة سقط جريحا وألقت عليه القبض سلطات الفرنسية وأتوا به إلى الجزائر وعالجوه وبعد المعالجة حكموا عليه بالإعدام وأدخلوه سجن الحراش وبعد مدة قد لا تقل عن ثلاثة عوام كانوا يلاحظونه ويتعجبون من أخلاقه ويتعجبون من سلوكه ويتعجبون من مناجاته لله سبحانه وتعالى وعلى كل صدر الأمر صدر القرار بطرف الفرنسيين بأنهم يستبدلون إعدامه بالسجن المؤبدي فسجن فسجن للأبد إلى أن يموت وفعلا بعد أن قضى في سجن الحراش عاما عشرة آوام عشرة آوام وعاما يعني أحد عشر عاما توفي توفي ودوفينا في الحراش دوفينا في الحراش دوفينا وحده ولكن الموتى الذين يموتون في النعية يضافون إلى هذا القبر إلى هذه المقبرة والآن أصبحت المقبرة مليئة بالقبور وفي وسطها أو في الجانب من جوانبها قبة كتب عليه قبة الشيخ طيب الشيخ طيب هذا هو هو الشاقيق جد الشيخ الطاهر الذي تحدثنا عن حياته ترجمة نانسي قنقر